السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم دائما في قناتي شمن الطبخ كما رأيكم تشوفوا اليوم رأينا في محل حلوية لوروة المحل اللي درنا فيه الوصفة التي تعليه ماكارون السابقة هنخليكم من ربي تعوه في صندوق الوصف اليوم اللي عندنا الوصفة رح نديره تع سنيكرز اللي طلبتها بكثرة وانا لابد يعلي كل حلقتكم بالاندراع على افانس اللي بتعجبكم وشنو نطول فيها شوية وكتحيب نخرجها بمقادل زما تعلموا غرفة وتعليكات سح ما خرجتش ما خرجتش كما كتحيبها خرجت شوية شوية شبه مش حاجة حاجة الي هادا اطررت ان نديرها بالميزان وما انتم راح تطرروا بش تديرها بالميزان مش تخرجكم سوا سوا وما ترطيوا حتى حاجة بس كونها مدى بياكين ندير وصلت كونها جحة مئة بالمئة الي هادا اطررت ان ندير الميزان نستعمل الميزان مندرش حاجة اابي بري اذا نبدو على بركاتي الله اذا اول حاجة نجو نخدمو البيسكويت تحتاني يجيب سينيكلز عندي كمية من الشوكولاتة نزيد لها كمية من الزبدة المقادية راح تلقاوها بالغرام السدفة في صندوق الوصف باش ما انتلافها الكومش ندخلوها في ميكروند الدوب ونعودو نخرجوها وممكن ندوبوها تاني في حمام مائي بعد ما نخرجوها ندلو لها ملعقة كبيرة تعزيت فقط ونخلطوها مليح ونحوها من جهة من بعد نجيب ايناء ندير فيه ملعقة كبيرة تعفرين مش معمرة بزاف هاكذاك ونسف ملعقة كبيرة تعال كاكاو نحطهم الهنايا ونخلطوهم مع بعض ومن بعد ذاك نغرب لهم كينجي نستعملهم ومن بعد ذاك نجيبو اليناء اللي احنا خدمو فيه ايناء تعبيترا اللي كان عندكم بيترا ولا ايناء عادي تعا ضربوه بالباتور نديرو فيه حبة بيض كومبلي ووحد سافار ملعقة كبيرة تعالسكر وملعقة كبيرة تعالسل العسل يعتبر محافظ ولا كونسيرفاتيو وتسمى شغل البيسكويت تعالى باش يطول مدة صلاحية تعالى نحطوه هي تضرب في البيترا ولا كما قلتكم اكو تضربو فيه بالباتور حتى يطلع لكم البيض من له هدا هاكذا بعد حوالي خمسة دقائق ولا كي تشوفوا البيض تضرب من له هطلع الناحية من البيترا من بعد نجيو نضيفول هاداك الكاكاو والفارينا نجوزهم مليحة صفائية ولا تقدروا تجوزهم قبل ونزيدهم مباشرة ما يهمش علاش نزيدو قبل البيسكويت تعالى نزيدو الاباري تعالى قبل الفارينا والكاكاو باش تتقال باش كنزيدونا مبادك الخاليط على الزبدة وشيكولة ما يطاحش ضربة واحدة وكن نديرو العكزة ما تخلوه يضرب البيترا وديرو لديك شيكولة يطاح سما انتقلوه بالفارينا والكاكاو ومبادك نضيفولو بالعقل الشوكولة هاداك نخلطوها هاداك بالعقل ما يطاحش نخلطو احنا غير بالعقل حتى يتخلط الخاليط مليح هاداك يتخلط مليح للخاليط الاول نجو نزيدو الشوكولاتة والزيت والزبدة اللي يدوبناها نضربة واحدة كاملة تكون بردت شوية متكون سخونة بزاعة باسكو الوقتي طلعتو الاخر تكون بردت شوية نخلطو غير بالعقل نحاولو ندمجوه لكن بسرعة كيفاش بالعقل وبيسرعة دي كيفاش دير احاب يقول احنا ينسيو نتوشي واداك الشيكولة يطاحنا كامل وان كان الشوكولة سنضربها وندخلها في الخاليط وهنا المول اللي راح نستعملوا هنا كما راكم تشوف فيه مستاطيل 22 سنتيمتر على 12 سنتيمتر هذا اللي يزي تخدمو بيه السنيكاز لازم جي مستاطيل وانا دلتكم المول الصغير كامل تسقصو على 22 على 12 سنتيمتر باش تخدمو بيه المقادير هادي ولازم تخلوه هنا المول هادا مستاطيل باسكو عليو شح ندير ونطيبو البسكويت فيه ومبدأ كيتام نخلوها فيه ونفرقو فوقو القرناش لهذا لازم لكم المول هادا ومبدأك احنا البيسكويت تدخلو 12 دقيق على دارش الحرارة 160 كي طيب نخرجوه ونخلوه كما قد كم داخل المول خلوه يبرد عادي كي نخدمو القرناش نفرغوه يجمد ومبدأك نحوه من المول دركة البيسكويت تاراهو طابحنا نجيو نديرو الطابق اللي جي فوقو تعال القرناش شوكولة عندي ورقة تعجيلاتي اللي فيها تلت غرامات نقسمو على ثلتها نسحقو غرام واحد نديروها في الماء ونحوها من جهة احنا الماء عادي يكون بارد ما تكونش متلهم الكميه نديروها ونخلوها حوالي خمس قيق ما بيتوجدون مقادير الاخرين ونبادك نسحقوها نقول كم داش نديروها من بعد ذهنة عندي كسرونة فيها خلط فيها الكلمة مع الحليب على كل حكيم اقول لكم المقادير هم في صندوق الوصف باش منتلف هالكمش هي الصحف الوصفة طريقاتي العمل اما المقادير هم تتبعوا فقط في صندوق الوصف لقاوم ستفين عندي هنا كريمة مع الحليب حدثتهم في ميزان انا نزيدهم ملعقات على غلوكوز هكذا يا امبادك اللي هنا عندي شوكولاتة سوداء امبادك انتم من يتحبوا شوكولاتة الحليب ديرو تالحاليب كما ركو تشوفو احنا استعملوا هادومالي بيتصغارة كما ركو تشوفو الكريمة رانيسخن فيها بصحة دارس الحرارة لا تكونش عليها بزافة متوسطار كما ركو تسخنوا فيها غير تسخون تنحوها مباشرة تفرغوا على الشوكولاتة هادك دركن نجيبوا هادك الجيلاتين نحوها من ما نعاصرها مليح نحولها كامل هادك المالي فيها ونديروها داخل خالط ونبعدك نضربوها بالميكسور نميكسيوها مليح 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 ونحيوها هكذا ما بعد ما ميكسيناها مليح نجيبوا البسكويت اللي كانت طايمة على الأول نفرغوها من فوقوس واسون ومنديرو شو اسموه سيرو البسكويت نخلوه كمارا ناشف سينوه حيتفتت لكم ما تحكم مش كامل لروحها سينيكل ستخلوه ناشف وديرو كامل هادك القلاسة فوقه نحبطوه كامل فوق البيسكويت هم بعداك نسويوه الى كان معوج الى كانت شنوه معوج هاد ياردو بالكم لازم يجيكم مسطح كامل ندخلوه في الكنجيلات نخلوه يجي مليح هم بعداك نخرجوه نديرو هديك الكراميل من فوق وهنا كينا غلطة بزا في بقع في الكراميل علي بيس نجح لهم شغولة تسيبارا احنا الكريمة نخلطوها لازم مش نديرها في الكراميل لازم تسخن قبل باش هم ادى كين ديرو حنا السكر تعانين كراميل يزيوه الكريمة تكون سخونة ما تكونش بردة شغولة تسيبارا يصران شوك هادا ما تدخلش في بعضها ليدا عندما قادر هنا مئة وعشرة غرامة تعال الكريمة نديروها تسخن قبل كي تسخن ليح نحيوه كي سخنة الكريمة نديرو سكر على ثلاث خطرات لا نديروش على خطرات واحدة مئة وعشرة غرامات كيف كيف تسكر نديرو كاسرون لازم تكون ناشف ميفا فيها حتوق وطرامة درجة الحرارة لا تكونش نقصة بزافة لا تكونش عالية متوسطى نديرو كمية لولا تسكر نحركو غرها كدال كاسرونة بشدك السكر اللي راههم الفوق شغول مش يديل يروح لجياسة ايلا ويدوب وهي رايحة كي نشوفوه داب كومبلي نديرو شوية كمية تسكر ايدا اللهنة اكيد دابل كمية الاولى نزيدو نديرو نصف الكمية اللي بقاتلنا ونعودو نديرو نصف طريقة الاولى نمشيو السكر هي رايحة نرموه هنا ومشمخ بش يديدو بسكر هادك من بعد كي سيديدو باديك الطبقة ثانية نديرو السكر اللي بقانا كامل حنا علش مدرناش كامل درجة شغول مدرن السكر كامل لهنا مش مشيين في اللي اطرافي تحرق لكم والفوق ما زال ما درب شما بدك انتم ما ما يجوا يدوب هديك السكر اللي بقى كامل يتكون تحرقت شوية جيكم الكارامل مر لهذا لازم درجة بدرجاش نديرو شوية يدوب شوية يدوب ومدر كي تبقى الدرجة الكمية الاخرى نفرغوها ورانا نحركو درجة الحرارة تكون متوسطة ما تكونش عليها بزاق ورانا اغرب لعقا نحركو حتى نحصلوا على اللون شباب كارامل جونس يدول الكريمة كي ما راكم تشوفو درجة الحرارة تكون متوسطة كي ولي اللون تاحا غامق مش هتتولي كحلة تحرق يجيكم مر نجو نفرغو الكريمة هديك غير بشوية ولكن هنا من الاحسن يعملكم واحد يفرغ هو غير بشوية وانتم ما تحركو وإلا ما كاش معليش شدو كاصرون هديك تلك الكريمة غير بشوية تفرغو وخلطو وشنو دن وجهكم بوقت يعود تطارلكم عليكم الكريمة هديك بشوية ونبدأ نخلطو بشوية ونبدأ نخلطو نجد حفة مليح حفة مليح هنا من بعد ما نديرو كامل الكريمة نقصو كامل النار درجة نقص مليح نبقى نخلطو باش من بعد ذاك الكارامل جينا عقدة من جيناش تلقى روحة نطيبوها دقيقة من ذاك نحيوها من النار دورك اللي هنا من بعد ما نحيوها من النار شوفو هنا كينا حاجة إلا كما نشوفو هنا نديرو الزبدة نديرو هنا مية وستين غرام نديروها دربة واحدة كاملة إلا كنت عندكم توم ما ماشي ما كنتش عندكم زبدة كنتو حديرو مارغارين وعلا بلكم بليديك المارغارين فيها بزاف الماء لازم تستنوا هاد الكارامل يطيبنا مقبل تنقص مليح لطمبراتور تحت لحكي 80 دراجة سبعين المهمة تبقى السخونة بالزبدة باش نديرو له الزبدة وإنه وإلا راح تسيباره حشول جيكم طبقة من الفوقات الزبدة طالعة لكن إذا كان عندكم الزبدة هادية تشغل نورمال زبدة ليجي زبدة ماشي مارغارين ديروها مباشرة بعد ما نحيوها ونضربوها بالميكسر نديروها في اينا ونديروها البابي فيلم وكوانطاك يعني اللي سقو فيها باش نيفيتو الميديتي والباكتيري ونخبوها في الفرجدير حتى تبريد منيح ونجو نخدمو بها من بعد دركة بقاتنا المرحلة أخيرة تالي نديروه من الفوق عندي 150 غرام شوكوراتة نديرها في حمامائي ولا في الميكرونت كما حبيته نجو نديروها 50 غرام تاع الزيت كما راكم تشوفوا اللي هنا باش القلاسة اشتاعنا ما يجينا شي تكسر يجينا مليح 50 غرام تاع الزيت ونخلطوها مليح وننضربوها بالميكسر كما حبيته هنا مشي لازم ميكسر خلطوها باك يكفي ونحوها من جهة ونبدأك نستعملوها كنلحقو المرحلة تاحا ها قدام باك ننخرجو البسكويتا مع القناش من الكونجيلاتور إلا كنا عندكم شي اللي مباش نحو به سينو نديرو بالموس جوزه فالأطراف ونحو الملتعو كنا حيوهما المهم الأحسن نقطعوه زوج سنتيمتر ونص إلا كنا تكون مستراقيسو زوج سنتيمتر ونص وطراسيوهم بالموس مع اللول ومبداك بدأو تقطعو مرسوة تاعكم وكل ما تقطعو بيانسوا يكون عندكم شوية مسخون شيفونا وباش تمسحوا اللي موس تاعكم اللي كنت تقطعو بيه كل ما تقطعو تمسحوا كل ما تقطعو تمسحوا باش ما تجيكم لابرتعكم شابه وهنا باش ما نخبيعكم حتى مرحلة ديروهم كي ما راهم نحيوهم شوية شوية ودنيوهم على خوتهم وعودوا الدخلهم كونجيلاتور عشر دقائق يحكموا روحهم من بعد باش تعودوا تخرجوهم وجود ديرو لهم الكارامل هاتكنوا اخرجونا للسول حاولار كل ما اقوم بتحديث ثم حكث نريح بشجيك للموجة من فوقها واحدا نريح Barbara Return يكون مملح ديلولو تحمخوه بالموت ديلولو شو يملح تديروه يطيب وإلا تشلو تديرك الكوكا وجد ليبيعوه بره مملح متعيش روحكم تقشروه وديرو حبيبات من الفوق وكي تديرو لهم كامل كرامل وحبيبات الكوكا من الفوق عاودوا ورجعوه من الكونجيلاتور ويحكمو روحهم باش يديرو لهم القلاساج على بالي راكو تقولو دو كنبقى ورايحين جايين به الكونجيلاتور بسحنا نقدر نقولكم ما تديروش كونجيلاتور ديرو ديرك بسح ماذا بيامدكم الوصفة كما تتخدم سواء سواء في الماحل باش كما يقولو ما نخبيع ليكم حتى السر هذه هي دخلوه في كونجيلاتور بعد ما تديرو الكوكا يحكم نروحو ونجو نديرو لقلاساج دورك بالنسبة لقلاساج شوفونا راين نخدم بطريقة ديتها نحطها فوق القريج ونفرغها لها بالغرف بس كون عندي الكمية كبيرة لقلاساج مانيش نخدم بالكمية ديرتها للكم مقبين وشنو كميات هلكم بتعمية 150 غرام شوكورة مع 50 غرام زيت خرجوكم من 8 حبة حتى العشرة انتم واش تديرو فرقوا القلاساج تحكم في بطا ديقة هذه الحبة بعد ما دلتوها كارامل لك وخلوها تدخل تحكم روحها مليح تنجم التحكم كارامل روحها تعودوا تخرجوها تغطصوها داخل القلاساج وديروها فوق قريج قريج تعلفوها تحت سنيوه غطصو واحدة وخرجوها داخلها فوقها بش متخسروش بزر شي يكون من تحتها ونبدأك نعودو نخلوها تبرد هنان بعد ما دلتوها القلاساج كما رايها هكذا بس نودها دخلوها الكنجيلاتور تعود تحكم روحها مليح تبرد ون بعد ما بردت نحيناها وتديروها في الكيسات ولا تديروها في سنيوه ولا طبسي كما حبيتو هاي الوصفة قدمكم مزنزينة فقط بورقة دها بعد كما لكم شوفوه من فوق كان حاجة فقط هاد التحلي هاد السنيكرز تخلوها في فريشيدر بعد ما تدخلوها في فريشيدر كيجو تتاكلو حبة ولا يستهلكوها تخرجوها شغل حوالي عشر دقائق ولا باش تكل الكارامل يطلق روحوا بش شغل واحد كيجي يأكلها يكسرها تجيكم الكارامل شغل هذا شغل مجاعد هذا الشابة هذي هي وإلي تخلوها داخل فريشيدر احتاجوا وتأكلوها كما كان الباتيس اللي فيهم قلاصاج منها لازم ريحوا يدخل فريشيدر في البرودة سينولو كان يتعرضوا الحرارة رح يدوبوا هذي هي الوصفة كما رقمشتوها مخبيت عليكم مؤلود وكنتو ما كان حاجة إلي تعجبكم وصفات كما هادوا فيهم بزاف طارق فيهم بزاف المراحل وفيهم شوية شرح ويدومون ديوميزة خلو لي تعليقات من تحتها باش نولي نقدر ندير مرة أخرى وإلا تتحدوا ما الوصفات لي فيهم بزاف مراحل ما تحبوهم مش ما تحبوش نديرهم قولوا لي بالله لما دابنا ندير وصفات لي تكون سهلة وخلاص هذه هي نتمنى إن شاء الله الوصفة عجبتكم ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله شكرا